يا أهل المزرس كفر يا أهل المزرس كفر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله جميع وقاتكم بالخيرات والمسرات والسعادة في الدنيا والآخرة الأخوان والأخوات والأبناء والبنات المشاهدين والمشاهدات نسعد بصحبتكم في هذا اليوم الجميل وفي هذا المجلس المبارك بوجود ضيوف وبوجود يعني ركن من أركان المجلس يطيب لي ويسعدني ويسرني أنا أكون في هذا المكان لابد أنه كان مفروض أن يكون أحد غيري ولكن أوكل الأمر إلي فالله يجعلنا إن شاء الله وإياكم عند حسن الظن نتشرف جميع طواله ناركم نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله يترى بركاته والله يسعد صباحكم ويسعد أيامكم ويحفظنا وأنتم بحفظه ويرعانا وأنتم برعايته ويديم علينا وعليكم الأمن والاستقرار والسعادة والخير الذي ننعم به في هذا البلد نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يغير علينا ما أنعم بهي علينا في هذه البلد وكذلك والله يا أخواني وبقلوب حزينة وقلوب أصابها لأن المسلم أخو المسلم يعني يا حزن لحزنه ويألم لألمه أخواننا في سوريا وأخواننا في تركيا وأخواننا المسلمين وحتى أي إنسان كان لأن الإنسان في هذه الدنيا لهم كانت ولكم دينكم ولنا ديننا لكن اللي ألمب أخواننا المسلمين في تركيا وفي سوريا لعلكم تشاهدت وتابعت وإن كان هذه أمر الله وحكمته ولله سبحانه وتعالى في ذلك شؤون ولكن نقول نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يلطفهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنهم أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يرحم لي توفه منهم من المسلمين ويشافي المرضانين ويجبر بخطرهم ويعيدهم طوال عماركم فإن الله سبحانه وتعالى قدرت يعني ما بين غمضة عينا وانتباهاتها يغير الله من حال إلى حال أمسوا آمنين ومطمئنين طلع عمرك في بيوتهم وكذا ولكن ما قادر الله تجري على كل من خلق الله سبحانه وتعالى فالحمد لله على ما جاء من الله سبحانه وتعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله أجل يعني كتبها الله سبحانه وتعالى لو كان لهم بقاء في الحياة لا كان بقاء ولكن الموت طلع عمرك تنوعت الأسباب والموت واحد فإحنا والله يا أخواني بقدر ما إحنا نحن عليهم وننقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عليهم بادرة المملكة الله يحفظها كعادتها ونهضت كل الشعوب والله كل العالم حتى طبو والله عماركم اللي نعتبرهم في يوم من الأيام عدو ولا كذا ترى هذه عمال إنسانية حبوا كل العالم طبعا من أجدتهم ومساعدتهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يلطف بهم لأنه الله إذا لطف لطف كريم فهذه ما أحبيت أني هذا أقوله في البداية ولعلنا طبعا عمارك أنه دعوة المتوفين ودعوة الجرحة وأن الله يخفف عليهم وأنه لا يرينه مكروه أسأل الله أنه لا يرينه في هذا البلد أي مكروه لأن المقادير بيد الله سبحانه وتعالى يقدر طبعا عمارك هذا ولكن التمسك بهذا الدين وهذه العقيدة والدعاء اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء يعني ما نحتري حتى أنها تلم الملمات ندعو الله سبحانه وتعالى حدنا طبعا عمارك يعني في سعاه وفي خير يعني هذا إننا نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يلطف بنا يا مرحبا الله يحييك يا أبو حاتف ركن من أركان المجلس ويعني جهودك تذكر فتشكر أنا سعيد